الشوت الأول كان يبدو أن الفرقتين الأداء سيجال يعني ما فيش متعة من الفرقتين الفرقتين ما لهمش فرص خطيرة كثيرة فحسنا أن المباراة تخلص صفر صفر ما تقدرش تقول بعد الخمسة واربعين دي الأولى أن الزمالك هيخسر تلاتة ونفس الأمر بالنسبة للنادي الآلي إيه اللي حصل؟ فررة تدخل يعني الفكرة أن المدرب الطبيعة كريمة أنك بتتدخل تحسن أداء فرقتك فررة تدخل الوضع اختلف تماما بالعكس أنت مش هنقدر نقول إن الزمالك كان متفوق بس كان عنده أفضلية نسبية في بعض فترات المباراة وخصوص الشوت الأول ولكن فررة بتدخله الآية تقلبت خلينا كده مثلا نتكلم الزمالك كان بيعمل إيه الشوت الأولين الزمالك كان بنفس عملية الضغط بشكل مميز وأفضل بكتير من المباراة الصابقة خلينا نتكلم ما تبقى شدونيا كلها يعني ضلمة كده زي ما بيقولوا فيه نقاط إيجابية لحد تغييرت فررة يعني بنتكلم هنا أهم نقطة بالنسبة لي إن فرقة الزمالك قفلت على النادي الأهلي اللي أنا شفتها اللي اتغيرت على المباراة اللي فاتت فكرة إن أنا قفل مفاتيح اللعب عن النادي الأهلي وهي إن الأهلي يبتدي الكرة من تحت اللي هي سياسة أصلا كولر وإن هو بيقدر يشتغل بيها فهنا أنا كنت بحاول الزمالك فريرة بيحاول يعمل حاجة إن أنا أقفل كل مفاتيح اللعب من تحت من بناء اللعب من تحت خالص وإن أنا ما أطلعش بالكرة بص بقى أبدا يجبولك الحلقات بالزبط لو عايز تلف شوية الفراج هنا معنا قدامي أيه برضو فهنا الزمالك بيقدر إن هو يعرف يستخلص بالسعيب مساحات التلعب في ظهره كتير بالسعيب اللي هنشوفها بعد كده إن حمدي فاتحي يقدر إن هو بنتريت والجيم الكبير اللي عمله حمدي فاتحي ليه؟ لإن الضغط من أول سيف الجزيري بص سيف الجزيري هنا بيوجه اللعب وقدر إن هو يحرم فرقة إن دي الأهل إن هي تطلع بالكرة وقدر إن هو بص التاكلينج هو أنت بتتكلم فين؟ أنت بتتكلم في أول حتة في اللعب خالص بداية اللعب خالص يا كريم مش مكلمة في رص الملعب اللي هي فيها الثنائيات أو إن القرة لا ده من بدري خالص نفس الكرة هنا سيف الجزيري بيقطع وعمل التاكلينج على خالد عفتاح كلامنا ما تعملش خالص شوت تاني بالعكس هنا كرة تانية مختلفة سيف الجزيري برضو نفس الفكرة بيوجه اللعب بص هنا إمام عشور رايح على دي أنج بص زيزو قافل على رامي ربيعة هيدطر الشناوي عمالي بص هيدطر إن هو يلعب الكرة التولية هل ده استمر الشوت التاني؟ اللي جابة لا اللي جابة اختلفت تماما المشكلة إن فريرة كان بالنسبة له راح لتغييرة أو فكرة معينة هو كان عايز يعملها لغاية دلوقتي محدش قادري إن هو يفهمها طيب